عشرة أعوام من الحرب اليمنية أدخلت البلاد في نفق مظلم تداعى داخله الخصوم وكثرت الأطراف حتى أصبح البحث عن حل سياسي مهمة مستحيلة بينما يطحن اليمنيون بتبعات هذه الحرب وصار كل ما يتمنونه حل الأزمة الإنسانية لا أكثر المواقف الدولية والأممية المتصلة باليمن شهدت تحولا لافتا في الأيام الماضية يحكس تجاهلا متزايدا للمسار السياسي والتعامل مع الملف اليمني باعتباره أزمة إنسانية بعيدا عن الخلفيات السياسية للصراع مراقبون يمنيون عز التحول الذي طرأ على الموقفين الأممي والدولي إلى حالة من الإحباط بعد فشل الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي خلال الفترة الماضية لتمرير مبادرة وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات السياسية بين الفرقاء اليمنيين المجتمع الدولي بات يبحث عن مسار جديد للتعامل مع تداعيات الملف اليمني بعيدا عن تعقيداته السياسية والعسكرية وأبعاده الإقليمية بعد فشل كل الجهود التي بذلتها الدول الفاعلة في الملف اليمني وذلك بسبب تعنت ميليشيا الحوثي ومحاولتها فرض سياسة أمر واقع عبر القوة العسكرية وهنا تكمن المعضلة فميليشيا الحوثي ضربت عرض الحائط بالهدن والاتفاقيات وتصر على النهج الدموي في استهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية وضرب القوافل الإنسانية ومع ذلك يتعامل المجتمع الدولي معها كطرف في حل الأزمة وليس كطرف متورط في تعميقها ويرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تنخرط بالحل الداخلي لأنها أداة للمشروع الإيراني حالها كحال الأذرع الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان والتجارب في تلك البلاد تؤكد أن دخول نظام طهران في أي منطقة يعقد أزمتها ويجعل أي حل سياسي فيها ضربا من المستحيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر